الحكومة وعلى رأسها أيمن بن عبد الرحمن تحت قبة زيغود يوسف لعرض مشروع مخطط عمل الحكومة المشروع الذي يتضمن خمسة فصول يهدف إلى إيجاد حلول مستعجلة للوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد نواب البرلمان اعتبروا أن المشروع طموحة لكن التحدي يكمن في كيفية تطبيقه على أرض الواقع المخطط في سياغته العامة هو مخطط طموح مخطط يستجيب لكثير من تطلعات المواطنين يستطيع أن يحقق رؤية مستقبلية ولكن دوما كما قلت يتطلب أن يكون فيه الجانب العملي الذي يجعل من المواطنين يطمئن إلى أنه فيه أمل فيه عمل وفيه جزائر قادرة أن تكون جديدة مشروع مخطط عمل الحكومة أول جلسة عمل للبرلمان الجديد المنبثق عن تشريعيات 12 جوان الموعد يمثل فرصة حقيقية للنواب الجدود لإظهار مدى إلمامهم بوجباتهم النيابية وتحليهم بالمسؤولية لمناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة بعيدا عن الشعبوية هو برنامج ثاري محفز مشجع ننتظره فقط بعد المناقشة للدخول إلى بعض التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج لأنه لما نتحدث على الاستثمار مثلا في نقطة الاستثمار وهي نقطة أساسية جدا خصوصا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد يعني لما نتحدث على الاستثمار نتحدث على فرص العمل نتحدث على الاقتصاد نتحدث على المنتوج المحلي هناك نية صارمة نتمنى إن شاء الله تكون هناك حلول مستعجلة لأنه المواطن يعيش في ظروف صعبة جدا إن شاء الله رب يقدرهم ويقدرنا إحنا كمجلس نواب أنه نخرج بالجزائر من هذا المأزق اللي رأنا فيه خاصة خاصة من الجانب الاقتصادي واللي مخطط عمل الحكومة ركز على الشق الاقتصادي أكثر من جميع الواحدة مشروع مخطط عمل الحكومة تحت قبة البرلمان للمناقشة والإثراء الهدف الوصول إلى مشروع قادر على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطن